فرنسا بدأت يوم الأربعاء سحب الوقود من المخزون الاحتياطي الاستراتيجي لحل أزمة النقص في المحروقات خاصة وأن الحركات الاحتجاجية اتسعت لتشمل المصافي والمرافق النفطية إضافة لقطع بعض الطرقات وانضمت إلى هذه الحركات نقابات عمال السكك الحديدية الرافضة بدورها لمشروع قانون العمل الجديد والذي تصر الحكومة على تطبيقه ويقول هذا النقابي في سكك الحديد الفرنسية الخيار ديمقراطي وضع جانبا النقابات لم تتم استشارتها إجراءات النقاشات في مجلس النواب حجبت أيضا إذن لقد اخترنا الإدراب عبر الإدراب سنفرد وجهة نظرنا حتى شلل اقتصاد البلد الصحف المحلية عنوانت بأن هذه الحركات ستقود لشلل البلاد لكن الحكومة أرسلت قوات أمنية لإبعاد المعتصمين عن بعض المصافي أمين عام الاتحاد العام للعمل تحدث لإحدى الإذاعات وقال صدرت الدعوات للإضراب وستعقد جمعيات عامة في المؤسسات وسنرى كيف ستتطور الأمور طالما رفضت الحكومة النقاش فهناك مخاطر تصاعد الحركات الاحتجاجية النقابة العملية وعلى رأسها القوة العملية والاتحاد العام دعت لهذا اليوم الثامن من الإضراب والتظاهر في كل أنحاء فرنسا حتى سحب مشروع قانون العمل